بسم الله الرحمن الرحيم سبعة وتسعين كنت ذهب لزيارة الدكتور عبدالله الشيخ في كلية التربية فوجدت مكتبه مقفلا وأنا راجح شافني دكتور لأول مرة ألتقي به وأسمع صوته فقال يا ابني يا محمد تعال أنا عايزك من زمان تعال فذهبت إليه في المكتب وتعرفت عليه وإذا به الأستاذ الدكتور صبر الدمرداش من هو الدكتور صبر الدمرداش وماذا فعل في كياني أنا شخصيا عندما التقيت به وكنت أبحث عن قضايا كونية فلكية وقضايا فيزيائية مرتبطة بالعقائد والغيبيات والماورائيات والميتافيزيكة كان حوارا طبعا منذ ذلك تلك اللحظة صارت العلاقة وبعد ذلك عرفنا الدكتور الأستاذ صبر الدمرداش عالما وعرفناه داعية وعرفناه متخصصا في أمور عديدة إلى أن برز برنامجه المعروف في برنامج إذاعة القرآن الكريم الصباحي كل أربعاء مع انتشار الناس في أرزاقهم وعمالهم يسمعون برنامج تباشير الصباح صبر الدمرداش على الهواء مباشرة وهو يتجلى في كشف المعاني الغامضة والغائبة والمؤجزة في كتاب الله رب العالمين مرحبا بك الأستاذ الدكتور صبر الدمرداش يا الله أحمد أنا أشهد أسمح لي أن يعرف فيك بعض الشيء من أجل المعرفة والمحبة الدكتور الأستاذ صبر الدمرداش أستاذ العلوم الطبيعية بجامعة الكويت متخصص في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم المشهورة للكون إله قراءة في كتاب الله المنظور والمصطور وله أيضا من كتبه المشهورة الطرائف العلمية وقطوف من سير العلماء 1600 صفحة يا دكتور صاح ودل نعم وموسوعة تبسيط العلوم من ناشئة عشرة مجلدات حاصل على الجوائز التالية جائزة الدولة التشجيعية في البيئة من مصر عام 1986 وجائزة أحسن باحث على مستوى جامعة عين شمس 1986 جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1998 جائزة الصندوق الوقفي للبيئة بدولة الكويت أيضا عام 1998 جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل للمحترفين عام 2002 جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 2005 وخمسة مرحبا بك يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا احنا يا دكتور لما درسنا المنطق العقلي في الجامعات علمونا في باب مراتب الحجج بأن الحجج تنقسم إلى خمسة مراتب وتسلسلا من أقوى إلى أضعف الحجة البرهانية ويسمونها يقينية ملزمة للعقل ثم الحجة الجدلية وهي تحمل على غلبة الظن والذي لا ينتبه إلى تفاصيلها يعتبرها يقينية ثم الحجة الخطابية لغة الصحافة المعروفة هذه اليوم ثم الحجة الشعرية ثم الحجة بين قوسين المغالطية اللي يسمونها الصفسطة اليوم أنت تقول بالنسبة لنا كأمة مؤمنة أقوى الحجج هي الحجج العلمية وقلت بأن ورأيك ينطبق مع رأي الدكتور عبدالله المصلح اللي هو رئيس العجاز العلمي في القرآن الكريم في رابطة العالم الإسلامي أنه جربت دعوة خطابة وتدريسا وتأليفا وكتابة فلم يجد الدعوة المنزمة للعقل المبهرة للفؤاد التي تجعل الذهن يستسلم كالإعجاز العلمي في القرآن الكريم فماذا يقول الدكتور صبري الدمرداش أقول أضم صوتي لصوت الأستاذ الكريم الدكتور عبدالله المصلح ففعلا الإعجاز العلمي للقرآن الكريم من أقوى سبل الدعوة خصوصا في عصرنا الحاضر وسوف نقدم للسادة المشاهدين مثل عالم كبير هو الأستاذ الدكتور كيث مور كيث مور كندي قابله الشيخ عبدالمجيد الزنداني في إعدى مؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ماذا قال رجل قال أشهد أن القرآن الكريم هو كتاب الله وأن محمد رسول الله فالشيخ عبدالمجيد ذهل قال له أنت مسلم يا دكتور مور قال لا قال كيف تقول هذا وأنت غير مسلم قال أؤمن بقلبي ولكن علي ضغوط اجتماعية لن تعجبه في يوم الأيام إذا علمتم أن كيث مور صار مسلما وقد صار فيما بعد المهم ماذا الذي حدث لكيث مور عشان نبين عظمة تخصص كيث مور إيش دكتور هو أستاذ علم التشريح والأجنة في كلية الطب جامعة تورنتو في كندا نعم ومن أساطين علماء التشريح والأجنة على مستوى العالم كله الشيخ عبدالمجيد جزا الله خير ترجم له حديث وثلاث آيات حديث حديث وثلاث آيات وكانت كافية وكانت كافية الحديث يا دكتور الحديث هو الحديث اللي رواه الإمام المسلم ورواه يعني أخرجه الإمام المسلم ورواه السيدة عائشة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم من ستين وثلاث مائة مفصل سحل بالك من الرقم هنا الإعجاز من ستين وثلاث مائة مفصل ثري سكس زيرو ثري سكس زيرو هي دي ما حكي الإماد الرقم يعني الإعجاز والرقم أيوة فمن حمد الله وكبر الله وسبح الله وشكر الله وأزال من طريق الناس حجرا أو شوكا أو عظما وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد الستين والثلاثة سلامة فإنه يكون قد زحزح نفسه عن النار يا سلام دكتور كيث مور أسقط في يده وهذا الحديث موجود في رياضة الصالحين بعد كثرت طرق الخير الله يفتعلك موجود فعلا في رياضة الصالحين أسقط في يد دكتور كيث مور هو هذا الأستاذ الكبير في التشريح والإمبريولوجي وعلم الأجنة قال له قال له رسلكم بيقول أن عدد لاحظ حاجة خلق الإنسان يعني بداية الخلق وهو جنين وقال له أستاذ دي أستاذ علم الأجنة فبقول له رسلكم بيقول أن عدد العظام في جنين الإنسان 360 360 قال له آه قال له لا ده المسألة بقى عوجة بحث عوجة بحث عوجة وقفة صحيح هذا ما يقول ما لا يقول بشر قال له يا دكتور مور قال له لأن هذا الرقم لم يعرف إلا في النصف الثاني من القرن العشرين قال له لا ده الرسول قال له من أكثر من 14 قرنا شو احتمالات معرفة الرسول المستشرقون يشككون أحيانا كتب قديمة بقراط جالين عندنا ثلاث احتمالات طيب الاحتمال الأول واحد واحد أن الرسول أتى بصفة من الصحابة وجاب أجنة متعددة وجاب وجاب مختبر وتشريح مختبر وتشريح وشعة وشعة إذا من الدقة بمكان وفصلوا اللحمة عن العظم ودنهم يعدوا وطبعا عشان نوصل لرقم لابد من تشعر لأقل 20-30 جدين إلا لك في جين واحد بدقة مطلقة ده احتمال هل احتمال ده يدخل للعقم؟ عبدان طيب الاحتمال الثاني أن يكون خذها من أساطين الطب في الحضارة اليونانية عندك مثل أبو كرات عندك جالينوس اللي بيسمون الإنجليز جالين طيب الاحتمال هذا ده احتمال غير قائم على الإطلاق لأن كل علماء الطب في العالم بيؤكدوا أن هذا الرقم لم يعرف عالميا إلا مش في النصف الأول من قررش في النصف الثاني من قررش من قررش فما بلنا بقى بالحضارة الإغريقية وخدبال حضارك يتبقى الاحتمال الثالث أن خالق الأجنة هو الذي ألهمه بهذا الرقم وهذا الاحتمال المنطقي والعقلي والواقعي واللي يتناسب وللعقل أن يختار ما يشاء صحيح أنا شخصيا عقلي يختار أنه وحي يعني خاصة القضية دكتور ليست بلاغة وتفسير واجتهاد لغة لا رقم لا رقم ولذلك نتحدى نتحدى البشرية كلها بهذا الرقم أنت دائما تحدى التحدي دكتور طبعا طبعا كفاية يعني بيعرضونا وبيذلونا وانتوا 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 لا إحنا عندنا عندنا الحقيقة وانم بكتاب الله وسل وترسوله نملك الحقيقة طيب فـ 3-6-0 تعالى لسه تعالى شوف بقى كتاب إيش اللي عندك هالك آه ده كتاب دكتور روفير ده بروفيسير فرنسي من أساطين علماء الطب على مستوى العالم فلو كتاب اسمه طوبغرافية تشريح الإنسان أناتومي طوبغرافيك أناتومي طوبغرافيك بالفرنساوي يعني طوبغرافية تشريح الإنسان ماذا يقول يقول أن عدد العظام في الجسم في الجنيد البشري كالتالي أول حاجة المفاصل المفاصل قام بستة وتمانية ستة وتمانية وبعدين أربعة وربين ضرب اتنين بكم تمانية وتمانية وبعدين في بعد كده هوت الاااا بعد يترس في الحوض الحوض عدد تلات عشر سم في الفكين العلوة السفر اتنين تجمع أهم 147 زائد 24 زائد 43 زائد 2 في 4 زائد 2 في 340 زائد 2 هيساوي 360 مفصل حسب دكتور روفير اللي هو أستاذ في كلية الطب بقامة باريس ودي من أولى عن كتابه أناتومي توبوغرافيك المشكلة هدر إيش يا دكتور أن الفاصل أدركنا ونرجع مع الجمهور بعد الفاصلة إن شاء الله إذن دكتور قلنا بأن كيث مور عالم الأجنة المعروف المشهور في جامعة تورينتو عندما قرأ الحديث الذي نص عليه صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أن خلق الإنسان على 60 و300 مفصل 360 60 ده رقم من أتحدى بالعالم كله إزاي رسول صلى الله عليه وسلم من 14 القرن يعرف عدد العظام في الجنين أنا تكتشف متأخرا في النصف الثاني من خلق عشرين والكتاب اللي أحلت إليه توا اللي هو كتاب دكتور روفير الفرنسي البروفيسير روفير في كتابه أناتومي توبوغرافيك اللي هو عالم الأجنة يعلم أجنة فرنسي طيب غير دكتور كيثمور إذن كيثمور رسولت مع الزنداني الحديث بهره قلت أن في بعد عدة آيات نعم ثلاث آيات نعم رسولت المؤمنون كمّلت الموضوع التي جعلته إزاي رسول صلى الله عليه وسلم بعدها نطق بشهادة الآيات أنا أقراها الآن تفضل على الجمهور صورة المؤمنون من الآية الثانية عشر إلى الآية الرابعة عشر يقول تبارك وتعالى في صورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين تفصيلها دكتور ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين ثم جعلناه نطفة في قرار المكين ثم تسلسل يا جماعة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخرا فتبارك الله أحسن الخالقين هذه الآيات واضحة من 12 إلى 12 عندما سنع دكتور كيثمور هذه الآيات ترجمة هذه الآيات من شيخ عبدالجز زنداني استوقفوا أربع نقطة أساسية أول حاجة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين الرجل الله تخض أنا ما عرفتش أن الإنسان مخلوق منطين إلا يعني بعد ما خدت الدكتور بمراحل ليه؟ أن الإنسان عبارة عن 16 عنصر عبارة عن؟ 16 عنصر 16 ب16 والكتاب الوحيد في العالم اللي قال الإنسان خلق منطين ما فيش غير الكرآن والإنسان لما بيموت وتحلل بيبقى 16 عنصر والطين برضو 16 إيه؟ يرجع إلى أصله قال لي يرجع إلى أصله طيب لقد أدي واحدة ولقد أدي واحدة نمرت اتنين السيكونس التسلسل بتاع الآيات ذوي للراجل قال أنا بقالي 30-40 سنة بعمل يعني في مراحل خلق الإنسان أقوم ألاقي كتاب من 14 قرد من جايب نفس السيكونس ونفس الترتيب أول حاجة الطين اللي هو سبع مراحل سلالة من طين وبعدين النطفة وبعدين العلقة وبعدين المضع وبعدين العظام وبعدين اللحم وبعدين النشأ هو التسلسل الطبيعي العلمي؟ اللي هو الراجل فوصل إليه من غير ما يعرف الكرآن كويس وبعدين الحتة القاصمة بقى قبل النصف الثاني من القرد من العشرين كل علماء العالم يقولوا عند تخلق الجنين يبدأ الأول الجنين بيكون قطة لحمة حمرة وبعدين تموت له العظام يعني اللحم الأول والعظم واللحم في لغة الطب معناها المصلس العضلات العضلات هذا الكتب القديمة مش القديمة ده لحتى البداية القرن العشرين حتى البداية القرن العشرين طبعاً أن الإنسان يخلق قطعة لحم عضل الجنين أيوة قطعة عضل اللي رحم أيوة واللحم ثم ينشأ العظام يعني اللحم أول عظام ثاني ده اللي عرفه علماء العالم وبعدين الكرآن قال لك إيه؟ فكسونا العظامة لحمة يعني الأول العظم وبعدين ينبت للحم لمصلس العضلات فدكتور كيث مور المشمون ما هذا كلام بشر إطلاقاً ومن 14 قرن في المؤتمر الخاص بالإعجاز العلم للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في موسكو مقر الحادي العالمي وقف دكتور كيث مور أمام الجمع من علماء المسلمين وغير المسلمين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد إيه؟ الحديث أبو تكتور ثري سيكس زيرو وبعد مراحل الخلق ديه الغريب بقى إيه؟ الغريب إيه؟ بعد ما أسلم حسنوا إسلامه عمل كتاب اسمه الإنسان النامي The developing human الإنسان النامي هذا كيث مور آه كيث مور رحمة ضمانه إيه؟ سبحان الله عظيم شابطة فصل كامل عن تفسير صوت المؤمون ويدرسه لكليات الطب في جامعة ترنتو في كندا بالتفسير صوت المؤمنون أنا تساءل أخي العزيز هو يفسر صورة المؤمنون أيوة كيث مور أي كيث مور عجيب أيوة بمشاعدة الشيخ زنداني وصحبه تعليقك إيش؟ والله تعليقي أنا انبهرت تعليقي لو أن إنسانا أستاذ في كل الطب في إحدى الجماعات العربية الإسلامية فعل هذه الفعلة بتاع كيث مور هيقول له عنه إيه؟ ما دخل العلم بالدين بس كده؟ ها بتقول له كده؟ أو يعني بتقول له هينا إلينا؟ ما تتوقع يقوله عنه إيش؟ لا أولا أنت؟ يقول عنه إرهابي صحيح لا إله إلا الله صحيح وشوف الأكاديميك في لي دم حري لأن الغربي حتى لو خالفك إذا توصل للحقيقة يتخلص من الرعونات النفسية إن كان عالما صح يبحث عن الحقيقة أما ربعنا غير ما أخذ موقف سابق وخلاص ولذلك مدام الأمر كذلك وإن عدد الأعظام سابتة في النصر السنة وقال عشرين إنه ثري سيكس زيرو وأنا بعمل إنفاسيز أو استرس على هذا الرقم لأنه رقم خطير وعلى فكرة إنك تعرف عدد الأعظام في الجنين أصعب بكثير جدا من الرجل الكبير صحيح طبعا لأن أولا أعوز لك عشرين جنين الأول وعوز أدوات في مغاية الدقة ودي غير متاع في الجزيرة العربية دي نمرت ايه؟ نمرت واحد لذلك أنا بخاطب مشاهدي الكرام وأضم صوتي لصوت دكتور كيث مور هذا الذي أسلم وحسن إسلامه وبيدرس سرطة المؤمنين للطلاب كل الطب جماعة تورنتو هذا هو رسول الذي يسئون عليه وهذا هو الله الذي يوحي لنبيه بهذا الرقم وبالتالي عاوزين نجدد البيعة مشاهدي الكرام لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وللخالق الذي أوحى إليه بهذا الرقم فنقول معا بلسان ذاكر وقلب خاشع وجوف مملوء بالإيمان نجدد البيعة ونقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلها يا أخي تمجيك من عذاب يوم العظيم وبعدين أوع تتصور أن هي غمسة في النار وخلاص ده نار الأخرة نار ودنياكم جزء من سبعين جزء من نار الأخرة مع أن نار الدنيا ليست نار متجازة من الناس بتصور أو نار الفرن لا ده عندنا نار في الدنيا شيخ محمد درجة حارتها مئة بليون درجة مقوية النجوم بط النجوم السوبر نوفا المتفجرات درجتها تتجاوز مائة البليل المشاهدين يتصلون يقولون انكثروا علينا الشواهد لأن دكتور أنت عندك خمسين آية عندي علمية وهي تحتاج إلى أربع شهور يوميا نتلتقل لكن ماذا نصنع دكتور وقفت وقفة طويلة في إذاعة القرآن الكريم في الكويت أيها مع قصة النملة أيها 19 في صورة النمل التي يقول فيها رب العالمين حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هذه واحدة خليك واحدة فتبسمه ضحيك من قولها من قولها وخذ رب أجعني أن أشكر من المفكة التي أنا عميت عليه وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وتخلين برحمتك في عبادك مع الملك التوارى وهو نبي وملك أين العجاز في هذه الآية لي مع هذه الآية الكريمة ست وقفات هذه راح الوقت الوقفة الأولى سؤال قتادة قتادة الأنصري عن نملة سيدنا سليمان كانت ذكر أم أنثى لم يعرف الإقابة سؤال الإمام أبو حنيفة نفس السؤال قال كانت أنثى كيف عرفت إمام من قوله تعالى قالت نملة تأتنيف قالت نملة وبعدين فتبسم ضحيكا من قولها ولو كان اللي بيكلم ذكر كان ربنا قال قال نملة ولغوين صح لأن النملة تجري على كل من الذكر وأنثى مجرى ماذا مجرى الحمامة على كل من الذكر وأنثى والشاء على كل من الذكر وأنثى فالنعجة يقال لها شاء والكبش يقال له شاء إذن النملة أنثى قالت التأنيف عاوزين عرفت من النملة اللي كانت بكلم سيدنا السلام تحديدا ممكن نرجع إلى بيت النمل وبيت النمل في اللغة اسمه قرية النمل قرية النمل أو بيت النمل وأهناك أنثى واحدة بس فقط عجيب وأنثى واحدة بس في التفاسير القديمة يقولون زعيمتهم ما هي الملكة فعلا هذه سبحان الله إذا كان مصد بالملكة هي زعيمتهم وبعد ذا أمر منطقي لأن هي اللي تملك الأمر وأنها في هذه الجماعة وهذه المستعمرة على كله بدخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سلمان وجنود وهم لا يشعرون فهي الملكة فعلا إذا ملكة بتكلم ملكة وبتكلم ملك حاجة رقية ملكة بتكلم ملك دي الوقفة الأولى الوقفة الأولى الوقفة التانية أنما قولت النملة حتى إذا أتوا على ودي النملة قالت نملة يا أيها النملة دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده شوف بلغة النملة لأن هذه المقولة تعالوا نحللها لغويا نجد فيها عشرة من ألوان البديع والبديع في اللغة أخي الكريم هو علم تحسين الكلام يا نادت هذا الآن تشرح يا نادت أيها نبهت النملة خاصبت ادخلوا أمرت مساكنكم نصت لا يحتمنكم حذرت سليمان خصصت وجنوده عممت وهم أشارت لا يشعرون اعتبرت ايه اعتبرت يا سلام يا سلام عليك يا دكتور يعني الكتب والعلم مليان بس يحتاج من يكشفها يا دكتور صح للناس طيب دكتور هل النملة أخرجت صوتا أم تكلمت النملة تكلمت وإجابتي يجي على الفاصل تكلمت زي النملة بتكلمت لغات هذا علميا طبعا من الذي اثبتها يا دكتور لورنس علم النمل النمساوي قاعد يدرش النمل أربعين سنة لورنس النمساوي النمساوي وبدي أقول أن هذا هو الدليل المادي على أن القرآن كلام الله ده في كلام النمل وعرضناه في برنامجنا تبشير الصباح وعمل الإقلاب بس الأسباب فنية نتعرف حاولنا مع المحرك حاولنا الآن ما استطعنا لأن سوريتها يا دكتور خلاص ضعيف لأنه VHS لسبب فنية لكن ده هو الدليل المادي على أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لأطيل بطن مليئ نداي وعلى مخالفه ولورنس حط الأجهزة أجهزة داخل جدا وعمل تكبير والتقط كلام النمل شيء مذهل سبع النملات وسمعتني طبعا طبعا كل المستمعيين وما حد شرحت دوم يومها سبع النملات قاعدين يسلفوا ديتكلم شوية تتكلم شوية فالنمل بيتكلم كم لغة ثلاثة لغات اللغة الأولى اللغة الميكانيكية اللغة الميكانيكية اللي هي بالصوت تتكلم زي زي ما أنا بيتكلم وانت بتتكلم اللغة التانية هي اللغة الكيميائية بالرائحة حاجة اسمها الفرمونات وعندنا أربع أنواع من اللغات الفرعية فرمون السطح فرمون الجنس وفرمون الأثر وفرمون التحذير والنزير وبعدين اللغة التالتة لغة التلامس انت لو شفت نمل خط نملي على جضحة حمام ولا اي جضار تلاقي كل نمل دكتور مجافني عند الفرمون يقولون خنطلع فاصل قبل يفرموننا فوق بالله دكتور دكتور ما زلنا مع النمل قلت ان النمل يتكلم ثلاث لغات نعم لغة ميكانيكية لغة جميعية لغة التلامس ثلاثة اللغة التي تفسرها انت من خلال العلم الحديث من خلال العالم الاسمه لورنس النمساوي اللي جلس اربعين سنة يدرس النمل بس لورنس بس وفي ستابر وفي شوغر وفي اغستفوريل وفي طبعا تخصصات كم نوع نمل في عندنا في اللفت 18 ألف 18 ألف نوع نملة وعلى فكرة النمل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثلكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إذا ربهم يحجرون أمة أمة كاملة خلي بالك من التعبير القرآن الجميل أمم أمثلكم أمم أمثلكم فعندما نلجوا هذه الأمة لجيت أمة بكل ما تعملوا الكلمة من معا ليه؟ لأن فيها الأدوار موزعة وفيها المهام محددة وفيها العدل قائم أحنا نبيل لغة وفيها النظام صارم وفيها التعاون موجود والتآخي بلا حدود ولا مكان فيها لعاطل ولا هامل ولا جاهل ولا خامل ولا كاسل كلها تعمل وهي أمة إيه الدليل على أنها أمة؟ ندي كده سادة المشاهدين أولا أنت سألتني كام عدد أنواع النمل عدد عائلات النمل 18 ألف عائلة أمة زينا بالضبط فيهم عائلة الحفار وعائلة النجار وعائلة الصياط وعائلة الخياط وعائلة الخباز وعائلة الراعي وعائلة الخياط أمة زينا مشانا اللي بقول لربنا سبحانه وتعالى أمة من دبة وانت عندك دراساتك دكتور الواسع من جيلس كلهم هو دبة دكتور نرجع على قضية كلام النمل أيوة أنت سمعتنا وقلت أن الدكتور مصطفى محمود الله يشفي الله يشفي دكتور مصطفى محمود هو الأهداني هذا الشريط نعم وحط اللقطة في تلفزيون مصري أيوة القناة الأولى أيوة والذبذبات وحطين على هنا صوت هنا صوت تحذير هنا صوت هجوم أيوة 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 طيب النمل يتكلم فعلا وعلى فكرة بدي أولي معلومة أنت قلت لنا أنه غلط صوت معلومة خطيرة للأستاذ المشاهدين النمل يناقش عيب النمل أنه مجادل أكبر عيب في النمل أنه مجادل عربي البحر في النمل الفرسي والنمل الحجازي والنمل العربي همشي نمل أمريكي الواخر أي دكتور لو في النمل الإرهابي بعد هذا أمريكي أكيد زين لا معرفش النمل الإرهابي دي اللي هو النمل الأحمر أعمى ويسير الجيوش 150 ألف نملة فيه مقدمة للجيش فيه مؤخرة فيه ميمنة فيه ميسرة وفيه زباط اتصال وهو أعمى دكتور أنت عوز لك أشين ساعة على فكرة هو أعمى هذا أمفتح شي سويها أعمى وإرهابي ومتحك أمفتح كريم تصور دكتور دكتور أنت بقلي مرة محمد خطأ أن أقول صوت النمل قل كلام النمل طبعا ليه لأنه لغة أصل الصوت ده صوت ما هي لغة لكن ما هي لغة اللغة ولها مفردتها ولها تركيبتها وعلى فكرة كل مخلوق للغة حتى الجماد مشاهدين الكرام حتى الجماد إيه الدليل وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهنا تسبيحهم ولكن لا تفقهنا تسبيحهم واحد بيقول لي طيب أنا مش ميسدى أن الترابيزة دي بتسبح الله فهمني ملت له لو فهمتك لو فقهت يبنى دلوقتي تجاوزت على القرآن صح؟ صح ولكن لا تفقهنا تسبيحهم نعم ما نظرش نفقه التسبيح سبحان الله طيب دكتور إحنا إحنا عندنا يعني جدول طويل أيض دكتور أعوز عشر سعد إيه إيه والله يا دكتور عندنا في سورة العلق أيضا في خواطرك كتبت وقلت عندما تكلمنا عن الآية خمس ساعش وستاعش في سورة العلق في آخر القرآن الكريم نعم كلا لأن لم ينتهي ننسف عن الناصية ناصية كاذبة خادعة نحن نعرف من هذه الناصية أيه لا استنى بس سبب الآية تسرحتها مرة سبب الآية أخي الكريم مشاهدي الكرام هذه أصعب آية في القرآن الكريم في تفسيرها أصعب أصعب آية في تفسيرها في القرآن الكريم من ناحية الفهم العميق وجزاهم الله خير مفسرون أكبر المفسرين القرطبي والزمخشاري وكلهم وطبري وكلهم اكتهدوا ماذا قالوا قالوا ربنا نوصف الناصية بأنها كاذبة خطاعة على سبيل المجاز نعم أما صاحبها هو الكاذب الخاطئ على الحقيقة من بعد تلاقي الجزء ويرادة الكل نعم وهناك فرق بين الخاطئ والمخطئ في اللغة نعم الخاطئ الذي يفعل الذنب متعمدا نعم أما المخطئ هو الذي يفعل الذنب عن غير قصد نعم المهم الأياد دي نزلت في مين وما هي النصية الأول أبو جهل نزلت في أبو جهل نعم ها ماذا فعل أبو جهل أبو جهل قال والله لئن رأيت محمدا يصلي قطع لسان أبو جهل الكلمة يعني خرمت بيته ربنا يسمحني لئن رأيت محمدا يصلي لا أطعن على عنقه صحيح أبو جهل فرعون هي ذي الأمة نعم من فرعون هي ذي الأمة هو أبو جهل طيب وبعدين دخل الكعبة لا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في المقام نعم فوقف له قال له مشانا إيه لك تبطل الحركات والحاجات دي ويعني تجاوز على رسول فرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما خل الصلاة ذهب عليه غاضبا وأغلظ له القول وقال له فرد أبو جهل قال له قال له أنت بتتحداني يا محمد ألا تعلم من أنا ده أنا أكثركم غنى وأكثركم عندي ربي وسأدعو ندية فربنا رد فليدعو ندية سندعو الزبانية اللي يخزنا الجهنم وقال ابن عباس لو دعى أبو جهل ندية لخزته الملائكة وهم يعني ملائك العذاب غلازه إنشداد لعصنا الله ما أمره لتوهي الناصح لماذا عبر عن أبي جهل رب العالمين بأن ناصيته نعدل في السؤال شوية لماذا وصف رب العزة سبحانه وتعالى النصية بأنها كاذبة الخطأ هذا كلام لا يقوله إلا خالق كلام لا يقوله إلا خالق إلا خالق مستحيل لماذا والله بكل الثقة نواجه البشرية كلها هي المشكلة في الناس مش فهم القرآن للمشكلة ولا فهم من هو الرسول لما تقرأ أصلا حتى تفهم والله النصية لازم نرجع لتشريح المخ تشريح المخ طيب نرجع تشريح المخ نرجع تشريح المخ مخ الإنسان عبارة عن أربع فصوص أساسية دكتور كان عندك صورة في كتاب أحاضر بس بعدما نمهد لإخوة المشاهدين الفص الأمامي لانتوني اللي هو الفص الأمامي أو الجبه والفص الخلفي أو القفوي والفص الجداري والفص الصدغي الجداري والصدغي أربع فصوص أسياد مخ الإنسان أربع فصوص أسرح لنا يا أخي ليك الفص الخلفي ده المشؤول على البصار مسؤول؟ على البصار الواحد بيشوف بالهتة دي والذي قطأ إن حد يضرب على الهتة دي مش مسألة كرامه بس يبقى مسألة خطورة طبية واللي يفقد البصار واللي ياجه بالله وبعدين في الفص الصدغي اللي بيسمع بي حسنا بيسمع بالفص الصدغي المخ وفي الفص الجداري مسؤول على الإحساسات الجسدية زي اللمس أخطر الفصوص هو الفص الأمامي الفص الأمامي ده في إيه؟ في مركز القيادة والتوجيه للإنسان مركز اتخاذ القرار الديسجن ميكانك اللي هي؟ اللي هو ده الفص الأمامي المفاهم فالنصيح هي مقدمة الوجه أو أعلى الجبهة أو منبة الشعر وفي اللغة يقول الشعر ناصيح لماذا؟ لأنه ينبت من هذا الموضع فالنصيح هي دي بس مش العظم ده اللي جوه الفص الأمامي وصفها بالكاذبة الخاطئ اه إزاي بقى نشرح ليس شعر تاني هذا المركز مؤلف من إيه؟ خمس مراكز فرعية المركز الأولي مسؤول عن تحريك النصف الأيصر من الجسم طيب والمركز الثانوي مسؤول عن تحريك العضلات اللا إرادية في النصف الأيمن من الجسم والفص الثالث أو المركز التحكم الثالث مسؤول عن حركات العنين والرابع مسؤول عن حركات الكلام اللسان والشفتين والحنجرة والعبال الصوتية أما الفص الخامس وهو أخطر فصوص اللي هو ده بالضبط النصية للإنسان اسمه بقية اسمه القشرة الجبهية الأمامية بتعطيب بيسموه بريفرانتل بريفرانتل كورتكس القشرة الجبهية الأمامية إنت قررت تعمل برنامج قررت تستضيفني ثلاث حلقات أيها خدت القرار من هنا القرار من هنا من هنا من هنا من هنا فديت مركز القيادة والتويهية اللي بتقود الإنسان وبتوجهه الحيطة دي الفص الأمامي وبعدين القشرة الجبهية الأمامية فيها الاختيار ما بين الصواب والخطأ وما بين التمييز وعدل بالتمييز وبين الصدق والكذب متناقضات وما بين المتناقضات كنت ردكسة نفسك وبين الحق والبطل وبين خير والشر فربنا وصف ناصية شفت لا يقوله إلا خالق والله وصف ناصية مشاهديه الكرام خلكه معانا هذا كلام لا يقوله إلا رب من كم سنة من 14 قرن علما لم تعرف الناصية إلا سنة 1842 كما أشرح الآن فوصف ناصية أبو جهل بالنهاية كذب الخطأ بلغة الطب يعني القشرة الجبهية الأمامية عند أبو جهل مختلة ترى الصدق كذبا وترى الكذب صدقا وترى الصواب خطأا وترى الخطأ صوابا مفاهيم مغلوطة مفاهيم مغلوطة نعم شايف إن صلاة سيدنا رسول الله دي حركاته سكانته دي غلط شايف إن الإسلام ما عرف شيء مغلوطة ممكن نفعوه للصورة يا دكتور مشاهدي الكرام هذا كتاب علم الإيمان ده هذا كتاب علم الإيمان للزنداني للشيخين القليل للشيخ عبدالنجيد الزنداني يعني جزاه الله كل خير رئيس جامعة الإيمان في اليمن هذه هي النصية لو ترفع الكتاب دكتور حتى الكاميرا اللي وراك كويسة الصورة إيه هذه النصية دكتور هذا النصية النصية أي الحمراء دي اللي هي مقدمة على الفكرة واحد اتخذ قرار هي هنا واحد أي قرار نفاق قرار إيمان قرار الحاجة قرار أن يكذب قرار أن بالخشرة الجابهية أن يغش أن يغش آه اتخاذ القرار هنا هذه النصية أما كابلة أما صادقة معلومة جميلة معلومة جميلة آه القانون في أمريكا في بعض الولايات أيوة المجرمين اللي بيدواخوا الشرطة أيوة هما بيجيبوا هذا الفن دو كله من من القشرة الجابهية الأمامية أيوة القانون با يقول ليه ودهم لجرحين المخ والأعصاب خليهم يستأصلوا القشرة الجابهية الأمامية عسد نفتك من شرة نفتك من شرة ونفتح من مصايا وانس إن الطبيب شلوا القشرة الجابهية الأمامية صار كالطفل الصغير ثلث للقياد لا إجرام ولا جرائم ولا أي حاجة هما نحتاج هذا فيه آه طبعا آه أقول متى عرفت شوف القرآن من 14 قال نصية انكذبة الخطأ والله دي كلام لا يقول إلا خالق عندي العارفين الناس بتقرى القرآن وخلاص نصية انكذبة الخطأ وخلاص ومفسروا للكدامة جزاهم والله خير اعتبروا على المجاز وهم معذورين صح معذورين ومن عظمة القرآن أنه يستوعب الأجيال في التفهيم البسيط كلام الله على خمس براتب معذفة العوام وفهم الخواص وفقه الأولياء ويقين الأنبياء وتأويل الله ومعلم تأويله إلا هو تعالى شو بقى بس الحتة بتاعت ايه لانا بقى دقيقة عن فاصل اه في دقيقة دياولة ايه لم تعرف النصية إلى ساتة 1840 1800 1840 بالزبط ليه عامل سكة حديد في أمريكا عامل بشتار في السكة الحديد ايه بعيد عنك وعن المشاهدين سيخ حديد دخل في الجبعة اخترق الجبعة ودخل فيه القشرة الجبية الأمامية اللي هي النصية ايه اخترق نصيته نعم فماذا كان اختل سلوكه دون أن يؤثر ذلك على بيئة وظافة ليه الجسم جمع الأطباء درسوا فوجدوا أن القشرة الجبية الأمامية هي فعلا مركز القيادة والتوجيه مش في الإنسان بس وفي الحيوان كذلك سبحان والقيادة فوق يقولون عطنا فاصل بعدين كابلوا أهلا وسلم الله يسلم احنا كنا متفقين مع الدكتور ومع القيادة الإدارة فوق أنه ما نبي مداخلات لأنا نبي نتسلسل في العلم ونمشي لكن كون على الهواء مم عقولة ما يصير مداخلات والناس قد تصير وضغط كبير وبيسئلون ونخاف نحل في الموضوع ونطلع برة مثلا الآن نحنا رح نقف مع آية عظيمة في عالم البحار يا الله أنا وقع آية رقم أربعين في صورة النور أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل له نورا فما له نور هذه آية والله أنوى سكرها دكتور ينتج في التفسير العلمي في غيث الإبداع ناخذ وذا رد دكتور مسكينة نعيمة انتظرنا من البحرين ودولي خلنا أخذها يا الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم إن شاء الله بالنسبة حق كانت تفسير موضوع النملة مع سيدنا سليمان أيوة أنا وصلني إيميل من فترة طويلة إن الكلمة ليحطمنكم يحطمنكم نعم نعم إنها هي تركيبة النمل إنها هي نوع من الزجاج عددتنا هم يتكسر سينك شيد الشيليكون صحيح؟ هل صحيح الكلام أم لا؟ أم سكران أختي هذا الكلام ما رحت محاضرة ولا برنامج إلا ما أسأل هذا السؤال حتى في لبنان سألوك سألوني في لبنان صح لما رحت في بيروت سألوني السؤال ده ولاحوا عليه بشدة ليه أنا ما بقولهاش ما كنت قدر أقولها لم يقم الدليل على ذلك هم بيقولوا إن القرآن قال لا يحطمنكم على أساس تحطيم يكون للزجاج القطع للخشب والتحطيم يكون النشر للخشب والقطع للحديد والتحطيم للزجاج على اعتبار إن النملة داخل فيها وما الزجاج هو سينك شيد الشيليكون S-A-O-2 فلكن لما يوجد مرقع يدل على هذا ولزيك ما بقولهاش أشكرك يا دكتور وذي يجب أن نحتمل بالأمانة لألي عبدالوهاب من الكويت فضل أبوي السلام عليكم السلام ورحمة الله ويعطيك العافية يا دكتور ورحب في ضيفك الدكتور صدري عندي مداخلة صديرة هي يمكن استفسار أكثر ما هي مداخلة ياريت الدكتور يفيدنا بالنسبة للحديث الشريف اللي ذكرته اللي هو عدد مفاصل ذكرت أو شفت تعريف المفصل يعني تعريف المفصل في الطب هو التقاء العظمتين مع بعض بينما الموقع اللي دخلته قام بإعادة تعريف المفصل فقال المفصل هو الالتقاء بين عظمتين أو حتى بين الغضروفين وهذا يتيخ للشخص يعني حتى ليسيء أنه يتلاعب بعدد المفاصل على كيف بالطريقة هذه يعني على سبيل المثال بالصورة هذه إذا ذكرنا التقاء الغضروف السادس مع السابع في القطس الصدري هذا رح يزيد عدد المفاصل رح يكون عددها أكثر من 360 ناس ما هو مذكور بحديث الشريف ثاني شغلة في استفسار أيضا الدكتور صبري اللي عارفة أن المفصل هو نفس ما قلنا في بداية ملتقة العظمتين مع بعض بينما الكلمة الثانية السلامة أعتقد هي العظام الصغيرة الموجودة في أطراف الأصادر وليس في المفاصل فشلون بكر هل حديث الشريف بالصورة هذه شغلة الثالثة والسؤال الأخير في أشخاص طبيعيين يمتلكون عظام إضافية في أجسادهم حسب الإحصائية وممكن حتى أبعث لكم الرابط لها مثل في الإنترنت أن شخص من كل 20 شخص في العالم يملك ظلع إضافي في القفص الصدري فهنا يصير فيه نوع من اللبس يارتي تم توضيحها من قبل الدكتور وشكرا لا يوجد أي لبس فالمفصل اللي هو عبارة عن الرابطة بين يعني المقصود بالمفصل هنا في كل مراجع اللغة هي والعظم نفسه عدد العظم نفسه وبعدين حتة فيه شخص يعني فيه ضلع زي اللي بتاع الرقم على المتوسطات طب ما فيه ناس يمكن فيه ضلعين ثلاثة مش موجودين فيه المعوقين يمكن يمكن غجلة مش موجودة القعدة العامة القعدة العامة الشاذ يؤكد القعدة ولا يم فيها بالضبط يؤكد القعدة ولا يم فيها وبعدين عندك فيه رواية في سلامة أي العظم أيضا نعم فيه رواية على كل سلامة وبعدين ده الحديث اللي سباقية ويججو عنها ركعتين الضحة عن التلتمائة وستين سلامة دي نعم فالحديث محقق على المفصل هو العظم والكتاب ذكرت أنت الكتاب العلمي والكتاب العلمي هو طيب إذا تلعدنا بألفظ اللغة ماذا عن الكتاب الفرنساوي اللي هو يعتبر اللي عمدة في علم الأجنة وعلم تشيح الإنسان اللي أنا قلته عدة مرات اللي هو أناتومي توبوغرافيك والمعلومات مخوزة منه طيب الآن نرجع يا دكتور على قضية أو كظلمات في بحر الورجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله لهم نورا فما لهم النور فما لهم النور صدقة العظيم بسم الله بسم الله أولا عشان نفهم الآية دي فهمها صحيح لازم هي الآية دي أربعين وستطة نور لازم نرقع للآية اللي أبلها تسعة وثلاثين اللي هي والذين كفر أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضغان الماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله وصل على حساب يبا هنا رب العزة ضرب مثالين لعمل الكفار ولمعتقداتهم الخاطئة المثل أول كسراب بقيعة ما هو السراب سمي السراب سرابا لأنه يسرب أن يجرك الماء فأنت وانتركب السيارة في عز الظهر تجد قدامك في الطريق وكأن ماء جاري وبعدين تيجي لم تجده شيئا فالكافر حتى لو عمل كل الخير في الدنيا هيجد أعماله في الآخرة كسراب هباء منطورة والظلمات والظلمات بقى لا دي عاوز أقف كبيرة بقى لنا خمس دقايق خمس دقايق خلاص الحلق بعدين نكمل شهر أسبوع المقبل فاضغط لي الظلمات في خمس دقايق طيب أنا هبدأ ظلماتهم بعضها فوق بعض بدين خمس دقايق بس ذكر سحاب وانت مجدين خمس دقايق يلا أو كظلماتهم بعضها فوق بعض هذا كلام لا يقول إلا خالق لماذا كيف مشاهدي الكرام نتخيل أن غواصا نازل في بحر اللجي شايف الدقة شايف دقة القرآن بحر اللجي مش أي بحر يعني البحر الحمر ما ينفعش خليجي عدم ما ينفعش قال قتا هذا هو البحر العميق اللجي محيط اللي هو عميق الغور عظيم المياه نعم والذي لا قعر له لعمق فالمحيط ودي اللي آية دي ركبة شيخ محمد عالميا على المحيط الهادي بالذات لماذا للمتوسط عمق المحيطات أربع كيلو أما لحيط الهادي فيه خنوق مريانا أو مريانا بس 11 كيلو فالظلمة نتخيل نفرض أن هناك غواصة هل شرحها بشكل بسيط جدا للمشاهدين صدر دكتور الغواص ده معها سلة سلة زجاجية فيها خضروات وفكه فيها تفاح أحمر حلو وفيها برتقال أورنج برتقالي اللون وفيها بلح أصفر وفيها خيار أخضر وفيها عنب أزرق أو كرز وفيها جذر نيلي وفيها بنجر بنفسيجي وفيها كيوي بني هنزعين لا العلوان دي مقصودة مرتبها همرتبها أنت أنا وعا مش مركبها لا العلم كده العلم كده صدر آه لما ينزل على عمق 20 متر يبص الاتفاح الأحمر ما يشوفوش اختفى اختفى ليه لأن عند هذا العمق العشرين متر بيمتصل الموجة الحمر اللي هي أطول الموجات ما عندنا الموجات سبعة الأحمر وبعدين البرتقالي وبعدين الأصفر وبعدين الأخضر والأزرق والنيلوب البرنافسجي على عمق 20 متر يبص الاتفاح ما ملاش دي بيسم energetic دي بيسموها العلماء ظلمة اللون الأحمر بعدين ضلم وبعدين ييجي عند عمق 80 متر يبص للبرتقال ما يلاقيش ظلمة اللون البرتقال ظلماتهم بعضها فوقا بعض بعدين ظلمة الأحمر فوق ظلمة اللون البرتقال وبعدين ييجي عند عمق 100 متر يبص للبلح الأصفر مش شايفه لأن الموجة الصفرى حسناً لذلك إستقيد! ثم انه يأتي بالجوم الليين الأصفر ويأتي ل症んだ Coordinator الشمالняя الدخ Werner بعد ذلك النار ان يأتي بالجوم الليين الأزرق ظلماتهم فوق النار ظلم النار الأحمر هhod are blue غير فوق ظلم الأزرق لغاية دلوقتي ويبص بعد كده عند عمق بالظبط 800 متر يبص للجزر ما يشوفوش فدي عمق دي بتاع ده ظلمة اللون النيلي واللون النيلي دي مش لون هو خليط ما بين اللي قابله اللي بعده اللي ازرق والما نفسكي وبعد يجي عند عمق بقى ايه عند عمق كيلو بالظبط ما يشوفش حاجة خالص اذا اخرج ايده هو لا اذا اخرج ايده هو على السطح نتيجة ايه نتيجة ان المحيط في كميات من البخة رهيبة شوفوا بعربة منتصت وده عبارة عن جزيرة مقفلة يعني الكمية المية اللي بتتبخر منه في الثانية عبارة عن مية الف طن اما من المحيط مليار متر من كعب في الدية فتلاقي المخرج كسيف كسيف اخرج ايدي ما شوفاش ظلمة الغين ولا ايش لا مش الغين مليكش تدعو بالسحاب اللي فوق لا المقصود في الاية اللي هو موجب من فوقه موجب من فوقه السحاب السحاب مش العلوي لا السحاب 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 الكسيفة اللي موجود على سطح المحيط نتيجة تبخر المياه ودي ودي سوداء الكسافة يعني لا مش الكسافة بأبخرة كسيفة اخر جيدك مش هتشوفها ليه من غزارة اللي بقولك في الدية مليار متر مكعب فاذا اخرج ايده لم يكدرها مش السحاب اللي فوق لا لا هي الأبخرة وبعدين بعد السحاب دي فيه لقى مواجه السطحية الاعجاز بقى الكرآني اين اه يخشاه موجب من فوقه موجب من فوقه سحاب السحاب دي عنا عرفناه نتيجة عملات التبخر الموج السطحي كل واحد عرفه الموجود على السطح اين اللي بيسبب اضطراب السطح أو تزانه أو هدوء اما الاعجاز بقى ودي كلمة اللي يقولها لخالق الموج الداخلي لم يكتشف الا سنة الثلاثة وسبعين بالاقمار الصناعية بالاقمار الصناعية وتقنية الاستشعار عن بعد ازاي وجدوا على انقى 4 كيلو 4 كيلو من محيط امواج امواج جبال من الامواج من الابواج عند السطح البيني او السطح الفاصل من طبقتل من المياه طبقة عليا وطبقة سفلة العليا اقل كسافة وسفلة اكبر كسافة مين اللي سبب في اللي هزي التباين حاجتين درجة الحرارة والملوعة وبعدين عندك اربع عوامل تشترك مع بعض حركة المادة والجزر واختلاف الضغط الجوي وتغير شدة الرياح بتعمل بقى جبال جبال رهيبة اللي ادي موجه الموج الداخلي من فوقه موج الموج السطحي من فوقه سحاب والسحاب اللي هو عملات ليه التماثف ايه السؤال للبشرية كلها هل الرسول شاف محيط في حياته هل تركب البحر دكتور هنا بقى عشان اختم نه الف لام ميم ذلك الكتاب لريبة فيه وده للمتقين دكتور كل هذا التفاصيل وزيادة عليها بإذن الله لأسبوع الجاي دكتور صبر الدمرداش شاكر لك على العزاز العلمي في القرآن الكريم إلى الأسبوع المقبل بإذن الله في التكملة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام